وفي التريند العالمي الليلة تكتمل فرق دوري التمانية لدوري أبطال أوروبا أنا أستعرض مع حضراتكم طبعا أهم المباريات وجولة في العديد من المباريات اليوم طبعا النهاردة فيه مبارتين في ختام مرحلة دور 16 لدوري أبطال أوروبا الساعة العاشرة مساء مباراة بايرني ميونيخ هيلعب مع لاتسيو الإيطالي طبعا كان سبق لبايرني ميونيخ النفاذ على لاتسيو في إيطاليا بأربعة أهداف مقابلها شيء وبالتالي فرص تأهل لدوري التمانية كبيرة واضحة طبعا بالنسبة للجميع تشيلسي يلعب أيضا في نفس التوقيت الساعة العاشرة مساء مع أكلتكو مادريد المباراة في ملعب تشيلسي وكان سبق لتشيلسي الفوز على أكلتكو مادريد بهدف مقابل لشيء وأيضا فرصه في التأهل كبيرة جدا مع الست أنداء لتأهله بشكل رسميري المادريد بورتو بروسيا دورتوموند منشستر سيتي ليفربول باريس سان جيرمان طيب مباراة اليوم في الدوري الأسباني الساعة 8 مباراة إشبليا وليتشي طبعا مباراة ضمن المباراة المؤجلة في الدوري الأسباني ولكن في الدوري الإيطالي يمكن في هذه اللحظات على أعتاب بداية الشوت الثاني لكن الشوت الأول انتهى بتقدم ساسولو على تورينو على ملعب تورينو بهدفين مقابل لشيء صهرة النهاردة فيها بالتأكيد مباراتين مهمتين باير نميونيخ وتشيلسي على أعتاب التأهل إلى مرحلة الدور ربع النهائي ومباراة قوية جدا في تشامكوليس ليج الأوروبي دوري الأبطال وأنا تمنى بالطبع كل التوفيق لمحمد صلاح نجم طبعا القرى المصرية ونادي ليفربول عشان يعوضوا فكرة الغياب عن مباراة الدوري الإنجليزي في الفترة الأخيرة ويكون عندهم طموح في مرحلة مباراة دوري أبطال أوروبا وهنا طبعا الدوري الإيطالي تورينو السسولو 2-0 السسولو وشبلية وليتشي هيكون النهاردة الساعة 8 مساء في ملعب إشبلية لكن طبعا كل الأنظار هتكون على مباراة تدوري أبطال أوروبا